السلام عليكم أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفاً بأن ثلاث أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب إثنان آخران بجروح بليغة مساء اليوم الأربعاء إثر انهيار جزء من واجهة مقهى متواجدة بشارع عبد المؤمنة بمنطقة المعء الريفة بلددار البيضاء وأوضحت السلطات المحلية أن الضحايا كانوا يتواجدون بشرفة المقهى حين الانهيار التم لإفريز إسمنتي موضوع على الواجهة الخارجية للمحل حيث لقي شخص واحد مصرعه بعين المكان وفارق إثنان آخران الحياة أثناء نقلهما إلى المستشفى فيما يوجد حالياً مصابين آخرين رهن المراقبة للطبية بلا مركز لست الشفيئيال جامعي ابن رشد بلا الدار البيضاء وقد تم فتح بحث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات الحادث وترتيب المسؤولية شكراً على المشاهدة ندوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد شكراً على المشاهدة